اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه وكالة الدولة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ صدر عليها البارح الثلاثة انه تقول بعض وسائل الاعلام تواصل التدخل في مجرية القضية التحقيقية المنشورة بمكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية دائما بتونس والمتهم فيها شافيق جريا ومن معهم من اجل الاعتداء على امن الدولة الخارجي والخيانة واكدت وكالة الدولة العامة في بلاغ لها انه حرية العلام والتعبير من الحقوق الاساسية المكفولة بالدستور الى انه التناول الاعلامي للقضية اصبح يتبع اسلوب اقرب الى الحملة الممنهجة ضد المؤسسة القضائية العسكرية في محاولة للزج بها في التجاذبات السياسية كيف جيف زاد جيف البلاغ انه احدى القنوات التلفزية تصر على ترويج الاخبار زيفة حول القضية لاذفاء الصبغة السياسية عليها وذلك بمحاولة قحام وزير الدفاع الوطني الحالي فيها والادعاء بتمسكو بتعهيد القضاء العسكري بالقضية والحال انه كانت نشرت قبل توليه مقاليد الوزارة فضلا على انه ليست له اي صلاحيات في مباشرة الدعوة العمومية اللي اصبحت في انظار النياب العسكري الوحدة منذ اسلاح منظمة القضاء العسكري بالمرسوم عدد سبعين وغير من النقاط كيف كيف هذي نلقاها في جريدة المغرب على كل احنا نتابع مجرئات القضية هذه في الليامات القليلة القادمة حابت نتعاد معاكم زادا نطرح معاكم موضوع مهم جدا ونعطيكم مشنوه اللي صار بالضبط في التفاصيل حول زيادة في الاجر الادنى المضمون هذي اللي موجود فيه صفحة سابعة من جريدة الصحافة في تم اصدره في الرائد الرسمي الامر الحكومي عدد ستة مئة واثنين وسبعين لالالفين وثمونتاشين مورخ في سبعة اوة الفين وثمونتاشين متعلق بضبط الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجالة الشغل بالنسبة للاجر الادنى الخالصين بالشهر الرجيم اللي هو كارون تويتر نظام عمل ثمانية وربعين ساعة في الاسبوع الحاد الادنى السميق معناها ثلاثمية وثمانية وسبعين الف معناها ثلاثمية وثمانية وسبعين الف وخمسمية وستين دينار نظام عمل كارون تويتر في الجمعة ثلاثمية وثلاثة وعشرين الف معناها السميق متاعهم واربعة مئة وثلاثين مليم. بالنسبة لأجراء الخالسين بالساعة معنا نظام العمل 48 في الأسبوع تلقى دينار 820 نظام العمل 40 أور الساعة في الأسبوع 1000 دينار 866 مليم. وغيرها تتلقاه في أكثر ديتيال صفحة 7 من جريدة الصحافة وهكا نساكروا الجريدة التونسية. سكر علينا الجرائب نواصل بعض الفاصل الأخبار الوطنية والعالمية مع هدى بن مسعود نذكروا الناس اللي قادة تبع فينا وانه دكتور إذا أبو بحري يكون حاضر معنا أبارتير من 38 دقيقة بيش نطرح معها اليوم موضوع الدعم ما أدرك ما الدعم. شو معناها الدعم؟ شنو قاعد يفيد التوينسة؟ هل هو يمثل ممكن سند للتوينسة وإلا يمثل عائق في الاقتصاد التونسي ومثل عائق لبرشة التوينسة؟ هل كنتون نطرحوه لأسألة هذية وغيرها إذا أردتكم أسألة حول منظومة الدعم مع دكتور إذا أبو بحري يكون حاضر معنا أبارتير من 38 دقيقة